النهاردة يا سادة كرام كان فيه أول اجتماع للحكومة بعد عرض برنامجها على البرلمان وبالمناسبة هذا البرنامج تبدأ منقشته بدءا من بكرة من خلال اللجنة الخاصة اللي شكلها البرلمان المصري أو اللي شكلها مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي وكمان اتعامل النهاردة مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء بعد أول اجتماع للحكومة الجديدة أنا ممكن أقول لك انطباعي عن المؤتمر قبل ما نبدأ نناقش نقاط هذا المؤتمر انطباعي على تصريحات دولة رئيس الوزراء أنه أولا هي فيها حالة بتاعة تفاعل سريع واضح مباشر دون أي مواربات مع ما يدور بخلد أو فيه أفكار أو فيه عقول وأزهان الناس الناس بتتكلم على ثلاث حاجات ده من الآخر الناس بتتكلم على وزير التربية والتعليم الناس بتتكلم على قصة الكهرباء الناس بتتكلم على مشكلة نقص الدواء فيه وضوح أكتر من كده لا ما فيش هل في حد النهاردة يقدر يقول أنه مشاكل الناس لا تناقش عالنا في البرامج وفي الصحف وفي التلفزيونات وفي نشرات الأخبار أظن لا أحد يستطيع أن يتجرأ بجد يعني ويقول أصل أنتم ما بتتكلموش ما بنتكلمش فين هم ثلاث حاجات هم الشغل الشغل بتاع منقشرة الناس سواء إذا كانوا معادينا على القهوة في الشغل في المصيف وهم في الشارع وهم بيتكلموا مع وعد على واتساب هم ثلاث حاجات وزرط التربية والتعليم بالتحديد مسألة الوزير اتنين الكهرباء ثلاثة الدواء دول أكتر ثلاث حاجات شغلة الناس طبعا بالإضافة لمسألة يا ترى يا هل ترى وضع الأسعار هيبقى عمل إزاي وكويس جدا اللي حصل النهاردة من جهاز حماية المستهلك ودي لنا فيها كلام تاني لكن أرجع للمؤتمر الصعفي ممكن إذا سمحتولي يعني أنزل بلدي طيب هو إحنا لنا أكل ولا بحلقة ده من الآخر يعني لنا إيه أنا اللي أفعامه اللي أفعامه واللي أنت تفهمه كمواطن سيبك بقى إيه من القصص بتاعة بعض من يصفون نفسهم بالنخب والكلام الكبير وكلام كالكع وكلام جعلس ونحن ولقد أردنا فلربما فعارف أنت عفتاح القصر الزمان اكتب لنا كلمتين حلوين كده أستاذ لا سيبك بس من الكلمتين حلوين ونحن نحط شوية مصطلحات وصور بلاغية وبتاع إحنا لنا أكل يعني إيه يعني أنا ليا الأداء أنا يوسف المواطن ليا الأداء أنا يوسف المزيع ليا الأداء ده موقعي داخل البرنامج لو حبيت تقول إن نائب هقولك برضو ليا الأداء شغلتي هناك في هذا المجلس الموقر أرائب الأداء وقيمه وشاور على الخطأ وحاسب شغلتي شغلتي هنا إن أنا صوت حضرتك ولسان حضرتك صح؟ أنا كمواطن من حقي إن أنا أقول اللي أنا شايفه حلو وإيه اللي أنا شايفه وحش اشتركوا في القناة